الله يسعد لي امور كون اخواتي اليوم تحلائي الادقانية عتيقة لقمت الحلوة تعالوا نعملها سوا يلا يا بسم الله مرحبا اخواتي حبايب اول شي بدنا كم حبط بطاطا منسلقون كتير منيح يعني لازم ينزلوا نيفة بعدين منجيب الهراسة منهرسهم فيها منبحتهم تبحيت يعني لازم يطلعوا مثل الكريمة اخواتي وهلأ جيبوا شي كاست سميد مننزلها فوق البطاطا بالتدريج يعني نزل شوي يقلب شوي نزل شوي يقلب شوي لحتى يصير القوام مثل العجينة هيك اخواتي وانا بحط معلقتين طحين وبجعكة وبمعكة معلش هذي بتتحمل جعك اخواتي واذا عنكن نص ثلاثة ارباع قدح زيت نباتي كمان زيتو فوقه ونص معلقت فانيليا هذي بتعطيها نكهة طيبة اخواتي واذا بدكن ياها دسمة بننزل فوقه بقدح حليب يعني منه بيعطيها دسامة ومنه بتاخد ثقة بنفسها يعني ممكن نتفكر حالك روساني او شي ابايب واخر مرحلة منجيب صينية مندها نسمني ومندري هالغراض فوقه بس حاولوا تكون رقيقها يعني ما تسم كوه ما بتطلع طيبة اخواتي تنويه سريع انه هذي الاكلة اساسة بطاطا وسمي انا بحط له هدون الاضافات او بتطلع طعمتها بتجنين يعني ما بتعرف حالك عم تاكل جوتو او نمورة مثلا واذا بتشد حالة شوي بتطلع تشيز كيك يمكي اخواتي هون نحن محمايين الفرن من عشر دقايق فوق تحت على اعلى حرارة ما نحطها بالفرن ربع ساعة تلت ساعة بتطلع معنا بهالشكل هادا اريحتها بتشق القلب اخواتي هي اصولة بتتقطع قبل ما تفوت على الفرن ليش لانه هي بطاطا وسميد فلازم تطلع العجينة سميكة بس كوني انا حاطط لأ اضافات وحاطط لأ زيت وحليب فطلعت معي طريقة شوي قلت هلأ والله بس شيلة من الفرن بقطعها والله وكان بها قطعناها اخواتي هلأ نحن منكون عاملين على جنب حبة قطر منسقية بها الاطرات ومنصلي عالنبي وبدنا ندوق شو عملنا وهذا الفستو الحلبي خطوة اختيارية بس تعمتوا كتير طيبة معا اخواتي ويلا يا بسم الله منجرب بالمعلقة اول محاولة وتاني محاولة ولكش لحل المعلقة دخيل محمد لعما هي بتتاكل بالايد قالوا ياللي ما قالوا قديم ما قالوا جديد بلا بانكيك بلا مانكيك بلا جريب ومعملوا لقمة الحلوية على السريع خواتي وجربوها بنفس الطريقة راح تعجبكن كتير كتير والمام تابعني تابعني وحطولي لايكين والف صحة وميت هنا لكو حياتي اتو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة